اهلا بكم حبايبي برج الجديد سنرى ما هي توقعاتك العاطفية ومن وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما ستكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الجدي ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا مثل دائما القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن انت خد من الفيديو ومن القراءة الشي اللي بتحس انه بيفيدك او بينطبق عليك ما تحاول تخلي قراءة تنطبق عليك عم شوفك انت بدك علاقة او بالمستقبل تطمح بعلاقة انه تكون هارمونيوس او انه تكون متناغمة ومت يعني ومتوازنة ام شوفك بالمستقبل تبحث عن التوازن واغلب التوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني او توازن بحالك انت ايضا ايضا واحدة من الاسباب بطاقتك في المستقبل انه عندك five of swords five of swords انت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك يعني انت شخص عنيد جدا بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك ولو على حساب انك تخسر ناس في الطريق او تخسر علاقة او تخسر حبيب عم شوفك برغم انك بدك تحكي مع هالشخص وبرغم انك بدك بداية جديدة مع هالشخص لانه العام المشترك بينكم هون في بدايات فانت بدك بداية ولكن بدايتك فيها حكي فيها صراحة اكتر هو بده بداية عاطفية اكتر ف همشوف انه انت بالمستقبل ما بدك تتنازل ام تبحث عن الشفاء ما بدك تتنازل واحدة من الاسباب اللي ممكن تأخر بالطاقة بينكم او تأخر بالتواصل بينكم انه انت عم تنظر للامور من منظور واحد من منظورك انت بدك الامور تمشيك متل ما انت بتريد وعم تعاند شوي طاقتك فيها شوي عيناد لانه بدك توصل الى النقطة اللي انت بدك ياها او بدك شخص يعني بدك ياه يكون مرن اكتر بحيث انه يمشي مع اللي انت بدك ياه او اللي انت بتتوافق معه طيب انه نشوف هالشخص هالشخص لانه هو مبين انه منطوي على حاله بهالفترة ولكن الرابط الروحانية بينكم كتير قوية عم يفكر فيك هالشخص كتير وعم يفكر فيك ايضا بطريقة جسدية بطريقة شغوفة كتير فبنا نشوف هالشخص هل رح ياخذ خطوه بالتقدم تجاهك هل بده يحكي معك شو رح يصير بعد فترة السكون هاي فهالشخص في عنده عرض حب كتير كبير بده يقدمه لها اليك لانه في عندك هال الفارس على الخيل او على الاحصان متجاه الى مطرح متجاه الى مطرحتك ورقة تقدم هاي وايضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية ممكن البداية بينكم تكون او ممكن الحكي بينكم يكون او هالشخص يتقرب منك بطريقة اصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية هم شوف انه هو بده يخليها عفوية اكتر بالبداية او كبداية بده تكون عفوية اكتر تبدأ بمنظور صداقة بعدين تنتهي الى ارتباط او تنتهي الى حتى هالشخص ممكن يعترف لك بحقيقة مشاعره او مدى عمق مشاعره انت ممكن اصلا ما تتوقع او ما تفهم وما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص تجاهك بالنسبه ل The Lovers تحكي عن اتخاذ قرار فبدنا نشوف لانه هالطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخدوا انتو كطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف اذا الاوراق راح تكون متناغمة مع بعض او راح تكون متضاربة يعني بدنا نشوف اذا راح توصلوا للنفس الاستنتاج او راح تكونوا في مطرحين مختلفين فكريا اقليا فبدايات جديدة راح تكون بدايات جديدة بالحكي راح تكون ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك او ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب لانه هاي فقط ترمز الى communication ترمز ايضا الى اعترافات فاي اشي كان مخبة بينكم راح تحكوا فيه ايضا The Star Wish راح تشاركوا لبعض او راح تحكوا لبعض عن امالكم بها العلاقة او يعني العلاقة بينكم راح تنتهي بانتصار او التواصل بينكم راح ينتهي بانتصار لانه هالشخص طالع من معركة منتصر فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلا الى انه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة فيها انتصار وفيها ايضا wish fulfillment امنية تتحقق فاوراق كتير منيحة بصراحة اوكي نبين انه في حدا بي حياتك حاليا يا برج الجديد عم يطالب باهتمام اكتر منك do something for someone بدك تبين مشاعرك اكتر لهالشخص لانه عم حسك او عم شوف انك منغلق او منطوي على حال تبتير وممكن عم تتعامل مع الوضع او مع الشخص يعني باسلوب صارم او باسلوب شديد في ايضا عندك five of actions five of thoughts عم بتحس بخسارة اه من خسارة علاقة او عم تحس بخيبة امل ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه اه بتحس بـ disappointment او بتحس بخيبة امل ممكن من تصرفات هالشخص او ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم فحاليا اه كروت النصيحة بدها اياك تعرف انه اذا في عندك قرار بدك تاخده او موقف بدك تتبعه هلا الوقت المناسب انك تاخد قرار سواء كان اه لانك تبين لها الشخص انك بتحبه او بدك توضح له معلومة بدك توضح له اشي معين هلا هو الوقت المناسب انك تتخذ هالقرار طيب نبلش به طاقتك اول يا برج الجديد كثير عم شوفك guarded اه في عندك كثير منطوية على حالك مش عم تسمح لاي حدا يفوت اه بحياتك او بمجالك او بطاقتك حتى هم شوفك ايضا كثير معتمد على حالك ومركز كثير على الشغل او ومركز كثير على الامور المادية بيعقلك الباطني ولكن بدك بداية جديدة هم شوف انت وهالشخص اه بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالاصح ولكن انت عم شوفك بدك صدق اكتر بالعلاقة من اللي عم يقدموا هالشخص اه بتشوف انه هالشخص انت ممكن متقلب الرأي او اه كثير بيغير رأيه هالشخص وانت بدك اه تحكي لهالشخص معلومة انت كنت مخبيها اعتراف ممكن او بدك هالشخص يكون معك صريح جدا عم شوفك كثير معتمدة على حالك ومعندك اي مشكلة انه اذا يعني العلاقة ما نجحت او اشي مثل هيك اه ما عندك مشكلة انه عادي تكمل الوضع يعني طبيعي او انك تكون مش فيه علاقة يعني هم شوف الستاندردز تبعك او متطلباتك من الشخص القادم الشخص الجديد او الشخص اللي فيه حياتك حاليا اه متطلبات عالية ممكن تكون بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك عم يحس انه مهاجم اه بشأن اشي معين بالعلاقة عم يحس انه مهاجم عم يحس انه في مطرح بده يدافع عن حاله ايضا ايضا ممكن يكون بتناقض هالشخص بابكاره الداخلية يعني ممكن يكون متقلب المزاج متقلب الرأي وعروض الحب اللي عم يقدمها لالك او مش متل ما انت بدك ياها هي عروض فقط صغيرة يعني هي فقط بدايات ممكن يكون بدايات بالحديث ممكن يكون اشي صغير اللي عم يقدمها لالك وانت عم يشوفك بدك اشي اكبر من هيك ودك اشي بالاصح ملموس اشي بالفعل تعتمد عليه او شي ممكن تقدر تقيسه هالشي من نسبه لخطواتك في المستقول عم شوفك عم تيجي على حالك يعني عم تاخد قرارات بشأن هالعلاقة ممكن تؤدي الى زعلك او عم شوفك عم تخرب على حالك كتير ممكن بانك كتير انتوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة ومع هالعلاقة فعم تخرب على حالك سلف سابوتاج ممكن مش عم تحكي لهالشخص عن انت شو بدك ف بينتهي الوضع الى انك يعني تكون انت اللي عم تبدأ وعم تنهي عم شوفك وعم تيجي على حساب حالك بانك بدك بداية جديدة بس مش عم تحكي لانه عم تشوف انه في اولويات او اهتمامات اخرى اهم من هالشي ممكن يكون الشغل ممكن يكون اي اشي اخر ولكن عم شوفك عم تاخد موقف او بالمستقبل رح تاخد موقف من هالشخص كتير صارم الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها برج الجديد ممكن تكون ابراج نارية او ابراج هوائية ممكن ايضا عم تتعامل مع برج الجوزاء و بالاخص بالاخص برج الجوزاء عاي بتوقع طاقتك هون عند هالشخص لانه هالكرت بيتبع برج الجديد ف بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه كتير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة جسدية او عم بيحس انه روحيا مرتبط فيك مش قادر يشيلك من رأسه ولكن في المستقبل لسه العروض اللي بده يقدمها عروض صغيرة لانه عم شوفه رح ينتقل من الفترة الحالية او الماضي القريب بينكم كان فيه هالشخص كان بيحكي كتير الكمنيكيشن بينكم كان كتير عالي ولكن فيه المستقبل بخطواته القادمة عم شوفه منطوي على حاله اكتر مش عم يحكي بشو هو بيحس اكتر عم يحاول يستشفي هالشخص لانه بيحس انه بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه لحتى يكتشف او لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح تروح لوان يعني لكن عم شوفك انت بس للمنفصلين منكم بس انفصلت عن هالشخص عم شوف انه انت مركز كتير اوعاً وعم تحط مجهودك وعم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الاخرى بسراحة عم شوفك رجل جدي عم بيحس بيخيبة امل كتير عالية من تطور العلاقة يعني بيحسوا كأن انت بتحسوا كأنه او بتحسوا كأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة ولكن ضاعت منكم موسيقى موسيقى